ست اللي هو يمكن الحرب كانت مش بس حرب عسكرية كانت ايضا حرب نفسية لان كانت اسرائيل من اليوم الاول تلعب على نفسية المواطنين نفسية المصريين ولا طالما رواجت انها الجيش الذي لا يقر ورغم ده قدرنا ان احنا نحقق الفوز والانتصار الفوز والانتصار ده نظر اليه العالم ازاي بعد هذا الترويج الكبير والمبلغة التي وصلت الى المبلغة من الجيش الاسرائيلي طبعا ده خلي بالحك نقطة مهمة جدا ان الحرب النفسية والعملات النفسية جزء قصيل من اي حرب لان انا لو قدرت اكسرك نفسيا من البداية من قبل ما اتحارب مش هتحارب اللي هي فلسفة النصر دون قتال وده اللي بيستخدمه دلوقتي طب دلوقتي هو يمكن بقى بقى بصورة يعني فعيلة ليه التكنولوجيا للتصالات العابرة الحدود مكينته من كده والنت ما فيها والفضيات فاتعامل طبعا علينا حرب نفسية رهيبة جدا على مصر لكن الشخصية المصرية شخصية عنيدة في حقها صحيح ما تسيبش حقها الشخصية المصرية الشخصية ما بتتكسرش فخلي بالحارتك هم الناس دي محللانا فانا انا ما تكسرتش في اي حرب على مر التاريخ ده اجيبلك يعني هتقولي ده 73 انه كان 1798 شوفي تاريخ الحملة الفرنسية على مصر ما كانش فيه جيش مين اللي كسر الحملة الفرنسية وترده في 3 سنين المدنيين ما اصفيه ناس تقولي 30 سعيون لك فنم دي كانت يعني كانت حالة استثنائية وحالة يعني ممكن ما تكسر طب انا جبتلك 1898 شخصية المصرية طب انا نرجع من الايام معركتنا جدو ونرجع من الايام من زبان الخارج طب هيقولك لأ طب اصلي دي طب تلاتين ستة تلاتين ستة 2013 ده هو الشاب اللي عملها ما هو انا جبتلك 1898 وكتوبر 73 وفيه ناس تقولك فنم معه ودول يعني طب جيل غير جيل تلاتين ستة 2013 ان احنا كسرنا مخطط رهيب جدا وعلى فكرة اللي عمل كده المدنيين طب المدنيين صحيح فبلاش حد يكسرنا لان هو داي هو مش قادر ان هو يخش معنا في حرب التقليدية فاذا الهدف حاليا وهو كسر ارادة القتال وكسر ارادة ان انا يبع عندي تنمية كسر الارادة ده هو البداية الحقيقية للنص من وجهة نظره الهدم من الداخل